تحت رعاية سمو شيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية نظمت الهيئة العامة للرياضة بتعاون مع مركز ناصر للتدريب المهني والتأهيل والمجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي مؤتمر البحرين الدولي للذكاء الاصطناعي في الرياضة عبر تقنية الاتصال المرئي والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط بمشاركة مئتي مشارك من إحدى وعشرين دولة من مختلف أنحاء العالم وقد ألقى سموه كلمة خلال المؤتمر قال فيها يطيب لنا أن نشارك معكم في هذا المؤتمر الذي يسلط الضوء على واحدة من أهم ابتكارات العصر الحديث وهو الذكاء الاصطناعي وانعكاساته الإيجابية على تطور البشرية والمجتمعات متطلعين أن يحقق هذا المؤتمر الأهداف ونتائج المرجوة من إقامته التي تخدم تطلعاتنا في تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة تطوير المنظومة الرياضية البحرينية وأضف سموه لقد حرصنا على إدراج الذكاء الاصطناعي من خلال مبادراتنا المتنوعة التي تعزز الجهود لترجمة توجيهات سيد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للتأكيد على أهمية دور مملكة البحرين كدولة داعمة لتنفيذ مختلف البرامج التي تحقق الاستدامة وتسهم في تطور مجالات الحياة لا سيما مجال الرياضة وتبع سموه إنما يشهده العالم من خطوات متسارعة للإستعانة بالذكاء الاصطناعي يعكس ما حققته هذه الثورة العلمية من نتائج متميزة في العديد من الصناعات وإننا اليوم نعمل على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى استغلال الذكاء الاصطناعي وتوظيفه لدعم صناعة الرياضة في المملكة وختم سمو الشيخ خالد بن حمد كلمته بقوله نود أن نشيد بالجهود الكبيرة للإعداد والتحضير لهذا المؤتمر الذي من شأنه أن يدعم الخطوات لتعزيز مكانة وموقع مملكة البحرين كوجهة مثالية لاحتضان وتنظيم مختلف الفعاليات الرياضية والتي بدورها تسهم في تحقيق التطلعات لدعم السياحة والترفيه الرياضي وقد تناول المؤتمر الخطوات التي تبذلها الهيئة العامة للرياضة لإدراج الذكاء الاصطناعي كأداة فاعلة في تطوير العمل الإداري والأداء الفني في المجال الرياضي الذي سيسهم في اكتشاف أفضل الممارسات والتي تعزيز الجهود للارتقاء بالحركة الرياضية